السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالجميع في حصة جديدة سأتناول فيها موضوع خاص بالأعداد العقادية المستوى الثاني باكالوريا إذن فتم اختياره بطريقة ليست عشوائية ولكنه اخترته لأنه جد جد مهم لأيات ما يتضمنه من أسئلة جوهرية أسئلة ممتازة يجب التركيز عند إجازها إذن حتى لا أطلع عليكم موضوع باللغة الفرنسية هذا لا يمنع أن أصحاب البكاتوريال المستوى عادي يمكنك ذلك الاستفادات من ذلك لأنه سأقوم بشرح ذلك باللغة العربية إذن فيما يخص السؤال الأول عندكم ريزو دردونسي لإقوation z²-racine de 2 1 plus i z-1 plus i إذن فتح لك دعوة العربية إذن فتح لك إذن فتح لك إذن فتح لك إذن فتح لك ريزو دردونسي لإجازها يتحل لأنه سأقوم بشكل موضوع المباشر هو ريزو دردون الإقوation e إذن هذا السؤال الثالث نقصدره دون البلان رابطة أنه رابطة أرطانومي ديريكت عدنا البلان A و B التي ألحاقها على التالي z-A و z-B إذن بيين أن z-B إقالة معامل غصين 2-1 z-A السؤال عندما يكون الدريانجل O-A-B إذن ريكتانجل يعني فهو موثلة قائمة الزاوية في النقطة O بيين أو حديد اللحقة ديال النقطة E اللي هي منتصف القطعة A-B وغادي تحاول تديرها على الشكل الأسي هناك إنشاء النقطة E في هاد الغابعة أو في ذاك المعلم دوريجين O-E-G السؤال الخامس قالك لي تكون C الدائرة التي تربط أو تضم المثلة O-B بين أن E ينتمي إلى الدائرة C بين أن القطعة A عفوا المستقيم A-E فهو موازن لمحور الأفاصيل والسؤال الأخير هو إنشاء النقطة A-B في دون المام ربعا إذن سنتقرأ الله إذن سنتقرأ الله إذن يمكن أن توقفوا الفيديو حتى تتقرأوا الأسئلة بتماعون ثم تجيبوا عنها وبذلك بعدها يمكن أن تقرأ مقارنة الأجوية إذن فيما يخص هذا السؤال الأول لأنه أدنون لكم الطريق كيف تجيبون عن هذه الأسئلة بالنسبة للمعادلة الأولى زد أقاري موال غصين 2 1 plus i وزد زد إذن بالنسبة للحل هذه المعادلة فهو يستجيبوا لتجيب حدو المحدد اللي هي بي أقاري موال 4 أصي لذلك بي أقاري هي غصين 2 أقاري 1 أقاري لأنه بي أقاري 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 1 أقاري إذن 2 إذن 4 4 4 أقاري أقاري لديه أقاري أقاري زد 1 la مبارت أقاري إذن عارت 1 plus 2 موان 2 sur 2 c'est-à-dire رسين 2 موان 2 sur 2 plus رسين 2 sur 2 بالنسبة لحل التاني قد يكون جيدر جوج زايد جوج sur 2 plus رسين 2 sur 2 voilà إذن نحن نعلم على حل ديال المعادلة بيين أن عدنا معادلة أخرى لأنك سبعنا فاشفان قدامنا بوضوح لكسيون 2 عدنا ز 3 موان غسين 2 2 فوا 2 plus i z au قاري plus 1 plus 3 i z plus غسين 2 1 موان i إقار إذن السؤال هو أول نتحقق بأن جيدر جوج حل للمعادلة donc غسين 2 est une solution de l'équation e ça veut dire quoi يعني أن في الوقت اللي غن نوضع عود z بجيدر جوج حسين تساوي الصفر إذن هذا أول نقوم بالآن إذن عود z بجيدر جوج يعني جيدر جوج au 6 moins جيدر جوج fois 2 plus i جيدر جوج au carré plus 1 plus 3 i fois racine de 2 plus racine de 2 1 moins i en شفو égal donc ça c'est 2 racine de 2 moins 2 racine de 2 2 2 2 2 plus 2 plus i voilà plus racine de 2 plus 3 i racine de 2 plus racine de 2 moins racine de 2 i c'est-à-dire égal donc égal donc c'est 2 racine de 2 moins 4 racine de 2 moins 2 racine de 2 plus racine de 2 plus 3 i racine de 2 plus racine de 2 moins racine de 2 i égal donc 2 racine de 2 c'est-à-dire moins 4 racine de 2 plus 3 racine de 2 4 racine de 2 4 racine de 2 2 إذا ما معنى هذا ؟ إذا ما معنى هذا ؟ إنه هناك هناك وفعلة لكن هناك هناك أحابنت بـ R2-2 وع رسالة من 2 وضع 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 لذلك يمكن أن تنتظر في حالة طريق وضع وضع فإنه وضع وضع وبما أن هناك واحد أهل الضغط ندير هنا هي زي دوكاري بلس نحن نديره بي زي بلس سي إذن هذا كطريقة ربما هناك طرق عدة لقد نديره لديفزيون أكريديان المهم ألقيت بأن الطريقة السهلة هي نحاول نجده بي و سي إذن من خلال الحل أو عملية النشط لهذا هذا يعني أن النغة هذا كله يساوي و ساوي ز3 más بز أغار plus gaz moins racine 2 ز أغار moins ب racine 2 ز moins C أغار إذن أغار ز 3 plus ب menos racine 2 فاز ز أغار plus س moins ب أغار 2 فار ز إذا كنت تجاهز على الانالوجيا يعني أننا بي من غصين 2 إقالة من غصين 2 2 plus i يعني أننا تكون مقارنة لذلك لذلك هذه هي زيادة وكاري وكيفية زيادة وكيفية إذا كنت تجاهز على زيادة وكيفية كذلك من نسبة خاصةких لذلك إننا قد تجاهز على زيادة من غصين 2 هي بالنسبةulus يجوز على زيادةальных من تجاهز إذا يعني قد قد تجاهزInt ربما تجاهزنا هذا سهلا سهلا لولا لدينا أسهل. Donc C هي موانز 1 plus i. وبالتالي B égale موان 2 راسين 2 2 موان راسين 2 i plus راسين 2 يعني نفتقطها من هذه الإقوation مما يعني أن C toujours donc C موانز 1 plus i و B عندما نكتبها يوم موان راسين 2 en factور de 1 plus i نحن 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 نايا يوم موان راسين 2 موان راسين 2 i كذلك وبالتالي هذه المعادلة لدينا سوف نحن على الشكل التالي يوم ز موان راسين 2 2 fois ز au carré موان راسين 2 1 plus i fois z موان 1 plus i كذلك هذا المعادلة التي نحن نايا أمامكم donc هذه c'est bien égal à 0 إذن بالنسبة à résoud l'équation e dire que ça égal à 0 ça veut dire donc que إما هذا يساوي السفر أو هذا يساوي السفر مما يعني أن سوف لدينا 3 solution وهي أن z 0 égal 2 هذه في الأول و z 1 هذه المعادلة وجدنا لها حول من خلال السؤال الأول دون قنا بأن يرسين 2 moins 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2 والحل التالي قنا racine 2 plus 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2 voilà الحلول لها المعادلة الآن voilà un chute سؤال 3 سؤال 3 on vous donne z a et on vous donne z p إذن voilà z a égale 1 plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 et on vous donne z b égale à moins 1 plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 إذن أول سؤال هو بين أن z b égale à i racine de 2 moins 1 إذن rend دau le calcul هو i racine de 2 moins 1 fois z a إذن نقوم بعمالية ماذا عمالية النشار إذن بنسبل عدنا z a عدنا لكل شما طيئة عدنا donc il suffit de faire votre kq donc c'est-à-dire c'est racine de 2 moins 1 donc fois z a c'est-à-dire 1 plus racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 donc c'est i racine de 2 moins 1 fois 1 plus racine de 2 sur 2 moins i fois i c'est moins 1 donc atelier de moins racine de 2 moins 1 fois racine de 2 sur 2 donc c'est i racine de 2 moins 1 plus i racine de 2 plus i racine de 2 moins 1 voilà facteur de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 moins 1 fois racine de 2 sur 2 et donc c'est i racine de 2 moins i plus i moins i racine de 2 sur 2 moins 1 plus racine de 2 sur 2 et je peux simplifier donc finalement il y a moins 1 plus racine de 2 sur 2 voilà plus i racine de 2 sur 2 donc on a bien montré la relation qu'on nous a donnée donc on déduit que le triangle OAB est rectangle donc pour déduire ça donc d'après cette expression qui dit zb on a bien montré égal à i racine de 2 moins 1 za ça veut dire que zb sur za n'est autre que i racine de 2 moins 1 donc c'est l'imaginaire pur c'est à dire puisque zb c'est OB sur OA donc si on voudrait chercher l'angle entre OA OB ou ZAWIA c'est à dire argument de zb sur za mais zb sur imaginaire pur où racine de moins 1 est strictement supérieur à 0 donc c'est pi sur 2 modulo de pi autrement dit vous avez OA est perpendiculaire A OB mais c'est un triangle OAB c'est un triangle rectangle en O c'est bien ça donc on a bien montré que c'est un triangle rectangle en O maintenant je vais passer à autre chose c'est que question 4 déterminer la fixe du point I qui est milieu du segment AB donc il suffit de faire votre calcul sachant que ZA est égal à 1 2 ZA c'est quoi c'est 1 plus racine de 2 sur 2 c'est bien ça plus I racine de 2 sur 2 voilà ZA plus ZB alors il y a ZB c'est quoi donc ZB je sais quoi c'est ZB d'après ZB c'est I racine de 2 moins 1 fois ZA donc j'aurai normalement je dois effectuer une transformation tout simplement vous pouvez le faire tout seul donc je trouve que Z I si je effectivement on calcule donc il y a 1 plus I racine de 2 moins I plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 c'est moins 1 moins 1 donc tout simplement c'est donc en fin de compte je trouve que Z vous allez faire votre calcul vous allez trouver moi 1 demi facteur de racine de 2 plus I racine de 2 autrement dit je peux l'éclair racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 voilà Z I donc on va ce qui de racine de 2 sur 2 1 plus ou bien je le reste tranquillé donc on va montrer le point la rafixe I et le mettre sous forme exponentielle donc on va mettre à racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 1 donc l'arguer mondial est pi sur 4 donc le exponentielle exponentielle de I pi sur 4 donc c'est aussi donc on va construire le point I donc le point I c'est la partie réelle c'est racine de 2 sur 2 ou la partie imaginaire c'est racine de 2 sur E donc on va rassembler la règle voilà comme c'est 1 racine de 2 sur 2 c'est la position donc il suffit de voilà la racine de 2 sur 2 la partie réelle et la partie imaginaire c'est racine de 2 sur 2 donc le point I donc le module trigonometrique trigonometrique circonscrit au triangle au A B donc montre QI le centre de C S c'est 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 المركز تلاحظوا بان اي نقطة اخدينها من هنا وبعد حال فإي هي مركز دائرة إذن كيف سوف نتعرف على هذه البعض الجمال سوف نقول بما أن السي هو سيطة 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 نعم سيطة 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 إذن هذه الخاصية تظهر بأنكم عارفينها يكفي أن تقومP بالجملة صحية سيفرتم بأنそれで كتيبة هذه الجملة إذن ، كما ترى دروات سيع semantic إذن الرحلة أgっと الرئيس 6 الان يتحب على الدرجة ما هل سنحونا نحاولنا بخلال زA وZB سنحن نستخدم وفيه نسبة الزا ، نستطيع بذلك والستعاب ركومي ، يضرف إسافة سيرًا وثقارد لسي ، و basically هي إسافة وثقارد ثقارد 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 ركومي ما يعني أنه يشوفي على مراتidis أيضا بأنه نحاول أنه يكون إليه يستمع الطريقة لأسدقل ايضا لا يشوفي في هذا الوقت وقشنا ولكننا قد يمكن إن قصة تبدوا بال TL وإنضاء متعلقات والمحاول في هذا الوقت لقد تبديتنا الضوء الإجهال بسيطة فكريفيا مَهُوَا الْمِعْيَارِ او شُعَعَ ديري اَا إذن ترعبه انا اي اا c'est quoi إذن اي اا اي از ا moins ز اي donc il suffit de trouver c'est à dire c'est 1 plus اي racine de 2 sur 2 plus اي racine de 2 sur 2 moins اي racine de 2 sur 2 donc c'est 1 plus racine de 2 pardon ici plus racine de 2 sur 2 plus اي racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 donc c'est égal à 1 ça veut dire que اي ار او شعر ديري اره يعني يكون هو إذن مع الناس إذن ترسنا خليسنا كم قوة جوج اي اره c'est rigorométrique donc j'ai représenté le point a donc voilà اي ار بما ان اي هي منتصف a b بما ان اي هي منتصف a b إذن voilà اي ا donc voilà النقطة b دون ان ننسى بأن o a b c'est triangle on o إذن هذا هو الجواب على هذا السؤال إذن تنظر بأنه هذا التمرين فهو تمرين شامل لمختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح في الامتحان الوطني أو حتى كذلك في الفروض يبقى هناك بعض الخاصيات التي تهم الإزاحة و الدوران سندرجها في تمارين أخرى اللي بغي يشوفها يقدر يمشي للمات بلايليست اللي تهتم بهذه أعداد العقادية يدخل للقناة ديالي مات الفيزيك عن بوش ومشي دريك تم المات بلايليست لنوبا كمبلكس كنا دروس فيديوهات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية باش يستفد أكثر من هذه التمارين إذن أشكركم على انتباهكم أتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته